الأمور مطمئنة وجيدة وتسير محوالهم في الحج أثق فقة تامة بأن أراء المجلس الريح السجديد سيقوم بواجباتهم وينجح في هذه الفترة قصيرة للمشمل النيفقين وتوحيد المؤسسات الليبية المتنوعة سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكارية هذا المجتمع الدولي هو المطلوب منه أن يلتزم أخلاقياً وقانونياً هذه المرة في دعم هذه الحكومة نعم حقيقي لأنه لو ترك هذه الحكومة كما سبق له وترك السراج ومن قبله يمور في هذا البحر من الفوضى وحده فلا أعتقد أنهم سيحققون شيء خاصة أن هذا المجتمع الدولي هذه المرة هو الذي أسس كل شيء يعني هو الذي أسس لنا بردمان استفالي الموازي هو الذي اختار 75 شخص لازال لا نعرف حتى الآن ما هي معايير اختيارهم مع الدعائه بأنهم يمثلون كل الليبيين وهذا غير صحيح هو الذي حدد آليات اختيار هذه الحكومة وفي ظن أنه تمت أثراف دونها أيضاً كانت تقف وراء فوج هذه القائمة بالذات التحدي صعب جداً الجراح غائرة وعميقة ولكن هو الأمل الوحيد الموجود حالياً طبعاً لو فشل هذا الأمل الأكيد أنه سياتي أمل آخر ولكن بقدر توالي الأمال المحبطة والحلول الفاشلة التي لا تؤدي إلى الثمار المطلوبة بقدر زيادة الألم وبقدر زيادة التكلفة الحقيقة أظن أن ليبيا دفعت ما يكفي من الدماء والضحايا والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي لابد الآن من العودة إلى الجادة العودة إلى العقل وأظن أنه الاحتمال الموجود هو احتمال جدي ولكن التحدي صعب جداً سمعت أو قرأت تصريح أردوغان بخصوص اشترار انسحاب المدربين أو بعض التمركزات اللي موجودة للقوات التركية وأرى أن القيادة الجديدة يجب أن تكون حاسمة في هذا الموضوع وتطالب بيسحب كافة القوات التجهدية مهما كانت تسريتها مرتزقة أو تحقيات تأمينية تنائية يتخلص الليبيون من هذا التهدير إذا ما كانت هناك نية حقيقية لدى هذا المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين على التجاوز هذه الأزمة يعني تركيا ليس لها ذلك الدول الكبير أو القطير تركيا تأتمل بأوامر غربية وأوروبية وأعتقد أن هذه الأوامر إذا ما جاءتها وكانت أوامر صالمة وصحيحة وحاسمة بإمكانها أن تحسنوا الأمر وأن تخرجهمهم الروس وأعتقد أنهم سيخرجان أعتقد أن سياسة بايدن سوف تركز بشكل خاص وكبير على إخراج هاتين الدولتين إدارة بايدن تقول منذ الآن بأن حد من الأزمات الليبية والسورية واليمنية يجب أن يتم من خلال التفاوض مع الإيرانيين والروس والأتراك وأعتقد أن هذا تجاه صحيح مشكلة ليبيا تحديدا أن وسيلة التدمير قابلة للتجدد قابلة للتجدد لسببين؟ السبب الأول هو التدخل الخارجي التدخل الخارجي يجدد لك قدرتك على أنك تدمر ذاتك والسبب الثاني هو وجود الموارد ليبيا بلد غني جدا ولوردات الحرب والميليشيات في كل مكان يوم عندها القدرة أنها تجدد قدرتها على التدمير والتدمير الذاتي الأكيد أن هناك حالة من الإرهاق اليوم الأمل الوحيد الذي نرى أنه استغلال حالة الإرهاق هذه للخروج من حالة العقل والتدمير الذاتي إلى حالة العقل والتوافق المجتمع الدولي بدون أدى شك لديه دور محوري لأن هناك حروب نشفت على الأرض الضبية عن بعض بايتراكسي وارد كما تم وصفها فإذا ما تطرقنا للدور الروسي والدور الفرنسي والدور التركي والدور الدول الجوار المتمثل في الدول المصري فأنا أرى أن هذه الدول عليها الآن أن تبارك هذا الانفراج وأن تنسحب خطوة أو خطوتين للخلف وتجعل القوى السياسية الليبية تفاعل على أساس الجابل وأن لا تقوم بإفساد هذه المدارات لأن عدم استقرار ليبيا يحكم المنطقة بأسرع سواء دول الجوار أو دول بحر الحبر المتوسط أو الاتحاد الأوروبي الكل يد الحقيقة لدينا تحديات ضخمة وتمثل في الهجرة المنطقة الشرعية في الفيلات الأمن تهديد دول الجوار اقتصادياتها التهيب وما إلى ذلك فاستقرار ليبيا هو من استقرار المنطقة بأسرع إلى أي مدى هذا المجتمع الدولي ينوي الآن عملية حماية هذه الحكومة من جور السلاح الفالد والجماعات الميليشيوية مساعدتها على نزع السلاح وتفكيك الميليشيات وعلى إخراج المرتزقة مساعدتها على مسألة ترخيض المؤسسات لأن هذه المسألة ستكون ناشئة بشكل طبيعي عن اختفاء السلاح والجماعات المسلحة إذا بقت الجماعات المسلحة لم يكون هناك مصالحة وطنية لم يكون هناك عودة للنازحين والمهجرين لن يكون هناك ترخيض المؤسسات كل شيء سيتعطل كل شيء مرهون بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات المرتزقة المجتمع الدولي لا ينبغي أن نفهمه كوحدة موحدة لأنه متعدد فهناك من من مصلحته أن يدفع نحو حل لهذه الأزمة ولكن يبدو أن هناك من مصلحته من سيدعو إلى تأزيمها التعوير على المجتمع الدولي أعتقد أنه ضروري في الحال الليبي ولكن ينبغي أن نخرج من منطق الحرب ومنطق المغالبة بالشارع والمغالبة بالسلاح إلى منطق المنافسة السياسية التعددية التي لن تكون سهلة التجربة ستكون صعبة والمحر سيكون طويل ولكن ليس كما تأمل آخر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر